افتتحت اسمو الشيخ العنود من تمحمد بن سلمان الخليفة حرم اسمو الشيخ علي بن عيسى الخليفة وزير شؤون الديوان الملكي مهرجان طبق الخير الخامس والثلاثين والذي تنظمه سنويا جمعية رعاية الطفل والأمومة بمقر الجمعية تحت عنوان موائد السلام بحضور رئيسة الجمعية الشيخ هند بن سلمان الخليفة وعدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية النسائية وسيدات الأعمال والجهات الدائمة وأشهدت رئيسة جمعية رعاية الطفل والأمومة برعاية سمو الشيخ العنود التي أخذت على عاتقها رعاية هذا المهرجان سنويا انطلاقا من تأصل مشاعرها الإنسانية وحب عمل الخير جريا على عادة والدتها المغفور لها سمو الشيخ نورة بن تحمد الخليفة رحمها الله التي كانت مثالا يحتذا به في حب عمل الخير والعطاء للمجتمع بأكمله وعربت الشيخ هند بن سلمان عن عظيم امتنانها للدعم المتواصل من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة قرينة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لكل الفعاليات التي تصب في تنمية المجتمع وتعزيز العمل الخيري وأشرت إلى أن هذا المهرجان يعكس صورة جميلة للمجتمع البحريني وتعاونه لدعم مسيرة الجمعية الخيرية مؤكدة أن الإقبال الذي يلاقيه المهرجان يساهم بدعم مشروعات الجمعية وأضفت الشيخة أن ريع هذا المهرجان لهذه السنة سوف يذهب إلى مشروع روضة وحضانة نموذجية باسم الشيخة لولوة بنت محمد الخليفة في المحرقة مشيرة إلى أن هذا المشروع ما زال قيد الدراسة والإنشاء مبينة أنه تم رز مبلغ إنشاء هذه الروضة مسبقا وأعربت عن أملها أن يساهم هذا المهرجان بدعمه وإنشاء هذه الروضة ترجمة نانسي قنقر